الجيش اليمني المدعوم من تحالف دعم الشرعية يحقق مزيداً من التقدم في مختلف الجبهات وفي الوقت نفسه يتساقط قاد حوثيون قتلى فخلال أسبوع خسائر فادحة على مستوى القيادات المقربة من زعيمهم عبد الملك الحوثي تتكبدها الميليشيات على جبهة مران بصعدة قتل قائد الجبهة أحمد جبران اليتيم ومساعده جابر جبران جحيز الذي تدرب في إيران وفي اجتماع في أحد كهوف مران قتل أحد مؤسسي الحركة الحوثية مع مرافقي وهو علي حسين شيبا بادلي ورفقة القيادة في الميليشيا جابر حسين أبو لحي والمشرفين يحيى علي عقبي وعلي ناجي خلوفة أما في جبهة الجوف قتل القيادي مرض يحيى حسين وازع وفي جبهة الملاجم بالبيضاء فقد الإنقلابيون القيادي أحمد محمد عبدالله الفيشاني نزيف قادة الميليشيا تفاقم في محافظة حجة حيث حصدت غارة للتحالف كلا من محمد حسن الأكواع مع عدد من مرافقيه ومنهم أحمد الحوري والذي نال تدريبا في إيران وأبو عمار القدمي ومحمد العتمي وهو مسؤول تجنيد الأطفال في محافظة حجة وفي حرض وحيران قتل القيادي القاضي صلاح مسعد خموسي والعميد عبدالوهاب محمد الحسام سلسلة استهدافات لقيادات حوثية باتت نتائجها واضحة إذ يقاتل الجيش والتحالف في مناطق واسعة من محافظة صعدة تحديدا ميس الحربي العربية